الجرجير كيف نزرع الجرجير وطبعا فوائد الجرجير كثيرة جدا 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 هنتكلم عن فوائد الجرجير وهنتكلم ازاي نزرع الجرجير وطبعا الجرجير يعني لابد ان احنا نحضر طبعا الاول تربة خصبة ونحاول ان احنا طبعا بنسقي التربة وطبعا في البداية كده لا تنسوا الاعجابة والاشتراك تشجيعا لنا الجرجير طبعا مفيد جدا للطيور مفيد جدا للانسان طبعا هو طبعا محفز قوي جدا لعملية التزاوج طبعا انت تستطيع ان انت تحصل على البذور من محلات البذور لابد ان انت تحصل على البذور وبعد ما بتجيب البذور طبعا بتجيب تربة خصبة يعني تربة رملية تربة يعني فيها سماد يعني طبيعي اللي هو بيكون فضلات الحيوانات وفضلات الطيور ده طبعا بيكون سماد طبيعي مفيش فيه اي ضرر على صحة الانسان وهنستطيع ان احنا نزرع الجرجير في البلكونة نزرعه في اي يعني على السطح يعني لا غنى عن اي بيت عن الجرجير طبعا هيبدأ انبات الجرجير بعد يوم او يومين ضع قليل من البذور ثم بعد ذلك ائتي بطبقة من الطراب وغطي هذه البذور ويمكنكم ايضا ان تغطي القصيص او المكان الذي جعلته للزرع ان تغطيه بمشمع حتى يحتفظ الزرع بالرطوبة فهيحصل انبات سريع جدا طبعا الرعاية حتى الحصاد السقي طبعا كل اتنين او تلات ايام بلتر ماء اه ما بنضيفش عليه اي سماد اه وده شكله بعد سبعة ايام وده اه شكله بعد خمستاشر يوم اه وطبعا الحصاد بيكون يعني في يوم بعد شهر او بعد خمسة وتلاتين يوم اه زي ما احنا بنشوف تغطية البذور مهم جدا والسقي بيكون كل يومين كده ويعني عنده جفاف التربة على حسب بقى درجات الحرارة اه تعالا كده نشوف بقى احنا طبعا يعني احنا عايزين نحصد الجرجير اكتر من مرة فبيتم ذلك عن طريق القص يعني انت ما تخلعش الجزور مباشرة لا هات مقص اه وقص الجرجير عشان يطلع مرة تانية فبالشكل كده لما انت تقصه بالمقص بالشكل ده الجرجير هياجي معاك اكتر من مرة كل ما تقص قصة هيطلع تاني وهيكون اتقل من مرة الاولانية طبعا الجرجير مهم جدا للطيور اه عشان تحفزهم لعملية التزاوج لان طبعا احنا قلنا ان الجرجير محفز قوي جدا 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 اه فلما يكون عندك طيور اه يعني اه عندها مشكلة في التخصيب لابد من وضع الجرجير بالذات في وقت وضع البيض وقت وضع البيض لابد ان انت تضع اه الجرجير وتضع الخضروات والخاص اه كل ده محفز طبيعي جدا لعملية التكاثر اه الجرجير طبعا غنى عنه يعني ادام ان انت عندك طيور لابد من زراعة الجرجير اه لابد ان يكون الجرجير عندك في البلكونة